ممرضة استرالية استغلت في استراليا لسنوات طويلة في المستشفى وكانت بالتحديد في قسم العناية بمن هم على مشارف الموت خلاص ما في امل بعلاجهم واستمعت خلال تلك السنوات لامنيات هؤلاء الذين يحتضروا الامنيات الاخيرة واستمعت لما ندموا عليه في اللحظات الاخيرة من حياتهم هذا كله دفع بروني وير لتأليف كتاب غريب ولطيف و انتشر واسع اسمه the top 5 regrets of the dying او اكثر خمسة اشياء ندم عليها الراحلون اللي خلاص حيموتوا في لحظات الموت لا يستطيع الانسان ان يخدع نفسه وعادة ما يكون فيه غاية الوضوح غاية الصراحة ووجدت بروني ان الناس التي على وشك الموت لم تندم كما يتوقع كثير من الناس لم يندموا على ضياء مال او على سقوط عيال و لا على فوت صفقة عمل و لا على حتى عدم امتلاك سيارة فاخرة او ندموا على خسارة تجارة لا ولا حتى على ظلم المدير لهم في العمل و لا على تعس في الزوج مع زوجه مثلا بل اجمعوا تقريبا كلهم على الندم على خمسة اشياء خمسة فما هي هذه الامور الخمسة التي ندم عليها معظم الذين رحلوا اولا ندموا على التفكير والقلق في رأي الناس فيهم تمنوا لو ملكوا الشجاعة ليعيشوا الحياة التي يريدونها لانفسهم لا تلك التي ارادها الناس لهم وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش كما يريد كما يريد الله له لرسالته التي بعثها الله اليه ليبعثها للعالمين خالف دين آباء و اجداد خالف مجتمع لم يعيش كما ارادت له قبيلة قريش بكاملها حتى عندما عرضوا عليه الجاه و المال و السلطان على ان يترك الدعوة لهذا الدين رفض و عاش كما يريد لا كما يريده هذا كان الندم الاول الندم الثاني ندموا على عدم التعبير عن مشاعرهم خوفا من اغضاب الاخرين فعاشوا حياة سلبية لا روح فيها الخوف من اغضاب الناس يجعلنا نسكت ما نقول ماذا في قلوبنا و ندموا ايضا على عدم ادراكهم ان السعادة قرار بأيدينا بأيديهم فهي غير مرتبطة بحدث خارجي فأجلوا سعادتهم ينتظر شيء يحدث السعادة قرار و هي قرارنا الداخلي انا استطيع ان اقرر اعيش سعيدا او اعيش تعيسا هذا قراري و ليس قرار الناس الامر الرابع الذي ندموا عليه و هذه مسألة مهمة انتبهوا لها ندموا على ضياع عمرهم في اللهث وراء لقمة العيش تمنوا لو انهم ما فوتوا فرصة مرافقة و معايشة الاباء قبل ان يرحلوا الامهات في مراحل عمرهم الاخيرة او فوتوا فرصة المشاركة في اللحظات الجميلة في حياة ابنائهم تمر لحظات جميلة في حياة الابناء والواحد مشغول عنها تح لحظة تخرج لحظة زواج لحظة اي لحظة من هذه اللحظات فوتوها من اجل ان يلهثوا وراء الرزق مزيد من الرزق فهذا ندموا عليها خاصة في اثناء مراحل نموهم وهم صغار هذه ندموا عليها نعم ندموا حتى لو كانت بحجة لقمة العيش يعني لا تنشغلوا عن اولادكم بحجة انكم مشغولون بتوفير مشغولين بتوفير لقمة العيش الكريمة لهم عيشوا معهم اسعدوا معهم ولو ضيعتوا شيء من امور الدنيا والامر الخامس الذي ندموا عليه وهو الاخير ندموا ندموا على عدم امتلاك الشجاعة لاخذ المغامرات ملاحقة الاحلام سنوات العمر تسللت من بين ايديهم دون ان يشعروا بان احلامهم بقيت احلاما ولم تتحول الى انجازات في اخر العمر سيندم كل واحد على اعطاء مشاكله اكبر من حجمها اكبر من حقها تذكروا هذه الخمس وإياكم ان تندموا كما نديم